إذن تبعنا معكم جانبا من هذه المظاهرة التي نفذها عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك في تل أبيب للتعليق على هذه المظاهرة ينضم إلينا هنا بأليستوديو دكتور سوفيان أبو زيدا الوزير الفلسطيني السابق مرحبا بك مجددا دكتور سوفيان أبرز مجاء مما سمعناه خلال هذه الكلمة لعائلات المحتجزين بأن نتنياهو يصر على موضوع محور فلاديلفيا لإفشال أي صفقة والتوجه إلى حرف الشمال هو بمثابة حكم إعدام على المحتجزين نتنياهو يفضل التحالف تحالفه طبعا مع ابن كفير واسموتريش عن حيات أبنائنا بحسب طبع التعمير نعم يعني هناك خوف كبير من قبل أهالي الأسرة خاصة بعد مقتل الستة محتجزين واستعادة جثامينهم قبل حوالي أسبوعين منذ ذلك الحين والمظاهرات لم تتوقف كانت بشكل أسبوعي الآن أصبحت بشكل يومي ولكن التركيز أن كل سبت تكون أكبر وبحجم أكبر الآن يدعون إلى مشاركة قطعات واسعة من الشعب تضامنا معهم هذا أولا ثانيا الحديث عن الجبهة الشمالية وجلسة الحكومة غدا والتي ستقر فيه اعتبار عودة النازحين الإسرائيليين إلى بيوتهم في الشمال أحد أهداف الحرب هذا يجعلهم يشعرون بالقلق أكثر لأن احتمالية أن يكون هناك انفجار للوضع وأن تكون هناك معركة كبيرة ومعركة مفتوحة وصواريخ وقصف وقتل ومئات القتلى وجنود ربما يقعون في الأسر كل هذا سيجعل أبنائهم الموجودين في غزة منسيين عرضة للموت إما خنقا وإما جوعا وإما نتيجة القصف لذلك هم يتحركون من منطلق الخطر الداهم قريبا والأمر الثالث هم يتحدثون والكل مقتلع أن نتنياهو بالنسبة له حياة الأسرة ليست مهمة المهم بالنسبة له هو حياة السياسية وبقاء حكومته لذلك من المتوقع أن تزداد هذه المظاهرات على الأقل فيما يتعلق بهالأسرة ومن يتضامن معهم لأنهم يدركون الخطورة الوضع عليهم طيب قبل البدء بالحديث عن الجبهة الشمالية دكتور يعني أريد أن أسأل حول متى تتحول هذه المظاهرات لحوامل ضغط حقيقية على بنيا من نتنياه يعني صعب صعب الرهان على أن هذه المظاهرات تصل إلى الحد الذي يربك الحكومة الإسرائيلية ويشل الشارع الإسرائيلي لأن مشكلة إسرائيل اليوم هي ليست فقط في الأسرة الأسرة على أهميتهم بالنسبة للشارع الإسرائيلي ولكن هي مشكلة صغيرة بالنسبة للتحديات الكبيرة التي تواجه الإسرائيليين لديهم مشكلة الاستمرار الحرب لديهم التهديد وأمكانية أن يكون هناك حرب في الشمال الوضع الاقتصادي الذي ينهكهم مسألة تجنيد المتدينين الحردين الموازنة الدولة وما سينفج عنها في حال عدم إقرارها كل السلوك من كبير وسلوك سموترج الذي يرعب الكثير من الإسرائيليين ويحول إسرائيل إلى دولة ظلمية دولة ديكتاتورية كل هذا يجعل أن موضوع الأسرة على أهميته هو ليس موضوعا رئيسيا بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي نعم خمسة وخمسون صاروخا انطلق من لبنان منذ صباح اليوم حتى هذه اللحظة هناك معارك شبه محتدمة ما بين الجانبين ما بين حزب الله وإسرائيل كيف تفسرون هذه التوترات المتصاعدة والآخذة في التصاعد هناك ضغط كبير جدا على نتنياه وعلى حكومته أن يتم تغيير هذا الوضع في الجبهة الشمالية لذلك غدا سيتم إقرار البند الجديد من أهداف الحرب وهو عودة سكان الشمال إلى ديارهم هذا يعني عودتهم بطريقتين إما أن يكون هناك اتفاق مع حزب الله وبالتالي يعوده يعود حزب الله إلى وفقا لقرار مجلس الأمن 17-01 إلى الخط ما بعد الخط الأزرق المتفق عليه وإما أن تكون هناك حرب ربما حرب محدودة ربما حرب تختصر على الجنوب ويختصرها حزب الله في الرد على المناطق الحدودية إلى حيفا على سبيل المثال أو الإنهارية ولكن ليس بعد من ذلك ولكن هناك احتمال كبير أيضا أن تتوسع دائرة الحرب لتحول إلى حرب شاملة كل هذا الأمر موجود ولكن عامس هوكشتين المبعوث الأمريكي الخاص هو سيأتي إلى يوم الثنين إلى تلابيب ليس هناك أمال كبيرة أن ينجح في هذه المهمة ولكنه سيأتي وسيأتي يقول لهم ما قاله بايدن وما يقوله المسؤولين الأمريكان أنتم أمامكم خيارين لنتنياهو ولحكومكم الخيار الأول أن تذهبوا إلى صفقة مع غزة صفقة تبادل إنهاء الحرب في غزة وبالتالي هذا الأمر سينعكس على الشمال ولن تكونوا بحاجة إلى حرب سيكون هناك اتفاق أحتمال كبير أن يكون هناك اتفاق وبالتالي نتجنب كل هذه الحرب لذلك رغم كل التهديدات وكل التصريحات وأنها غدا سيتأخذوا قرارا بأن يكون عودة سكان الشمال أحد أداء في الحرب ولكن هناك مشكلتين تواجه نتنياهو في اتخاذ قرار المشكلة هو الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية تقول له من قال لك أننا معك في توريطنا في حرب نحن لا نريد نحن ننصحك نقول لك نقول لك يا أستاذ بن يمين نتنياهو نحن نستطيع أن من خلال صفقة في غزة أن هذا الأمر سينعكس على لبنان وبالتالي نتجنب الحرب إضافة لكل الأمور الأخرى من تطبيع مع دول عربية أخرى ومصار لدولة فلسطينية والمشكلة الثانية التي واجهة نتنياهو أن هذه الحرب التي ستكون في الشمال لا يعرف كم ستستمر ربما تستمر أسابيع ربما تستمر أشهر ربما تستنزف ما تبقى من قوة لدى الجيش الإسرائيلي المنهك بعد عشرة شهور من الحرب في غزة في هذه الحالة صلاح يعني لم ينجز مهمته في غزة بالضبط وبالتالي كيف سيدخل نتنياهو أنا أتحدث كيف سيدخل في حرب وسيزج إسرائيل في حرب في الشمال وهو لم ينهي الحرب في الجنوب ولا يستطيع نعم لن تنسحب كل القوات الإسرائيلية من غزة ستبقى قوات لن تغيب لقوات كابتر لن تغيب الزنانات كما يسميها أهل غزة لن يغيب القصف ولكن لن يكون هناك قوات كثيرة على الأرض وبالتالي المعركة ستكون والأنظار ستكون في الشمال دون أن يحقق أي شيء في الجنوب دون أن يسترد الأسرة وهي هذه مسألة مهمة ودون أن يستطيع أن يعلن أو يصدقه أحد إذا أعلن أنه استطاع القضاء على المقاومة في غزة طيب دكتور سوفيان أي السيناريوات التي طرحتها سواء بالجلوس مع حزب الله أو حتى بالوصول لتفاوض مع حزب الله لإعادة السكان إلى المناطق الشمالية أو حتى توسيع رقعة نطاق الحرب في المناطق الشمالية أيهما أقرب إلى الواقع؟ والسؤال الثاني هل بالفعل إسرائيل مستعدة لخوض جبهة أو لفتح جبهة مفتوحة مع حزب الله؟ أولا ما اعتمناه هو الخيار الأول أن تكون هناك صفقة وأن تنتهي الحرب في غزة وأن يكون هناك اتفاق في الشمال مع حزب الله ولكن الواقع غير ذلك الواقع أن نتنياهو الذي يقرر ولديه القدرة على أن يقرر لا يريد الذهاب إلى صفقة وبالتالي فرصة أن يكون هناك تصعيدا في الشمال هي فرصة كبيرة جدا لذلك من المتوقع أن تتسع أو تستمر حدة النيران بالتصاعد على الجبهة الشمالية إلى أن ينفجر الوضع في مرحلة معينة بشكل معين ليست في البداية على الأقل حرب شاملة هذا تقديري الشخصي إسرائيل لا تريد أن تدخل في حرب شاملة مع لبنان وحزب الله أيضا لا يريد أن يدخل في حرب شاملة حزب الله هو جبهة إسناد يتعامل مع نفسه جبهة إسناد هذا بالنسبة له يكفي أن يكون سبعين ألف إسرائيلي مشردين من مستوطناتهم في الشمال وأن أكثر من ثلثين الجيش الإسرائيلي مرابط على الجبهة الشمالية خوفا من انفجار الوضع هذا بالنسبة لحزب الله يكفي بالنسبة لإسرائيل هذه ورطة جديدة إذا ما تورط في حرب في الجنوب أعود مجددا إلى الدكتور سوفيان أبو زايدة الوزيرة الفلسطينية الصادق مرحبا مجددا دكتور سوفيان شاهدنا وتبعنا هذه المشاهد التي بثت سرايا القدس كيف تعلقون على هذه المشاهدات؟ يعني خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك عمليات اجتياح متكررة كان هناك اجتياح طويل في مخيم جنين وطباس وطول كرم وكانت هناك مقاومة بالأشك وعاد بعد أقل من أربع خمس أيام عادت القوات الإسرائيلية مرة أخرى إلى مخيمين شمس نور شمس هذه المرة وإلى فباس وكان هناك العديد من الشهداء بما في ذلك القصف بالطائرات المسيرة لا شك أن الوظف الضفر الغربية هو وضع متفجر ولا شك أننا سنشاهد الكثير من هذه الفيديوهات في المستقبل لأن الاجتياحات ستتكرر لن تتوقف فالإسرائيليين يبدو لديهم خطة في التركيز على شمال الضفة الغربية هذا لا يعني أنهم ليس لهم نشاطات ونشاطات كبيرة في باقي محافظات الضفة ولكن بالذات في شمال الضفة الغربية هناك تركيز كبير لذلك أتوقع أن يكون هناك اجتياحات جديدة لفترة ليست بعيدة أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور سوفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك